بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو إن شاء الله جبت لكم خبر مفرح جدا 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 لأنه على بالي بالي خلاص قرم الباك وراكم استخيسي وراكم أمبان وجسي تخي بيان عليها حبيت نفرحكم شوية ونحلكم هذا كل استخيس دونك إن شاء الله هذا العام باكالوريا الفين وثلاثة وعشرين بإذن الله تعالى راهي كاينة عتبة بنسبة 90% يعني اللي ما يعرفوش العتبة اللي هيك المجديدة لهم العتبة هي أنه يحدد لك الدروس اللي تتوقف عندهم وما تقرأهم شو ما تحفظهم شو ما ترجحوش لأنه كاين عدة أسباب من بين هذين الأسباب أولا هو أنه فترة حجز الأساتدة الذين سوف يقومون باختيار المواضيع واقتراح المواضيع سوف تكون في بداية شهر ماي يعني مستحيل أنهم يبدأوا يحجزوا أساتدة والأساتدة يديروا لكم دروس تاع الفصل الثالث الدروس الآخيرة تاع الفصل الثالث وتمكوا عدة حتى ما قريتوهاش هذه أول حاجة ثاني سبب وهو أنه مستحيل أنه هذ الأساتدة اللي رايحين يحجزوهم هكذا غير من ريصانهم يختاروا مواضيع بالنما يكونوا عارفين المؤسسات الثانويات عبر كامل الترب الوطني فاش راهي واصلة إكزاكت وانأكد لكم باللي 90% من المؤسسات والثانويات مستحيل أنهم يكملوا البرنامج إلى النهاية لهذا فمستحيل أنه هذ سنة ما تكون شكاينة عتبة و90% ما رايحينش يدخلو لكم الدروس الآخيرة من الفصل الثالث ما ليش نقول باللي كل الفصل الثالث ما داخلش نو ولكن انتو ما أكدولي وركزولي بزاف على الجزء الأول من الفصل الآخير أما الجزء الثاني أو الجزء الآخير من الفصل الثالث ما تركزوش عليه بزاف ولكن هذا ما يمنعش أنه تكون عندكم عليه فكرة يعني ولو كانت بسيطة لأنه كل شيء وارد وكل شيء ممكن وممكن في الدقيقة الآخرة كل شيء يتغير ولكن أنا أكد لكم باللي لازم تركزو بزاف بزاف على الفصل الأول وفصل الثاني وشوية من الفصل الثالث خاصة الدروس الأولى من الفصل الثالث ولكن مش كل الدروس لأنه من سابع المستحيلات أنه الثانويات الأخرى تكمل في الوقت رغم أنه هات السنة ما كانوش كان يليك غاف بزاف كما السنوات السابقة ولكن رغم هذا نحن قلوب اللي مستحيل أنه الثانويات يكملوا البرنامج حتى ولو ما كانوش كان يليك غاف دونك جاسب أغاد الفيديو وتكون فادتكم وربي نجحكم إن شاء الله وما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وكذلك ليحبوا ندير لهم مراجعة شاملة وكاملة في مواد الفرنسية الإنجليزية والإسبانية أنهم يستوفروا الشروط اللي ذكرتها في الفيديو السابق ورايح نعودها لكم باش وكما تكونوا شفتوا الشروط هي سهلة وبسيطة أنكم تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وزملائكم باش نوصلوا إلى 35 ألف لايك أو 35 ألف فولوورز والثاني شرط هو أنكم تدخلوا في جميع الفيديو تعد هذا الأسبوع الآخر وديروا لهم لايك وتتفرجوهم حتى النهاية هذه شرطين يعني سهلين بزاف وإن شاء الله إذا استوفينا هات الشروط في هذا الأسبوع بحول الله رايح ندير لكم ديفيديو تفيهم مراجعة على كل شيء تعد فرنسية الإنجليزية والإسبانية كيفية كتابة فقرة كيفية تفهم الناس كيفية الإجابة على الأسئلة كيفية فهم مصطلحات يعني اللي ما سعرفوهمش يعني رايح ندير لكم مراجعة شاملة خير من تعليقوه وغاتويت بيأسر دونك جاسبير تكون فالسكم هذا الفيديو شكرا لكم و السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر